تفيدنا التعليقات في برنامج الإكسل في وضع نص بسيط أو ملاحظة صغيرة على بعض القيم بدون تغيير في القيم المدخلة نفسها لهذا سنتعلم في هذا الفيديو طرق وضع الملاحظات باستخدام ميزة التعليقات كومينس الموجودة في البرنامج كيفية وضعها والتعديل عليها ومن ثم حفظ الملف كما نشاهد هنا لدينا مجموعة من المواد ونصنف كل مادة وعددها وسعر الواحدة لحساب السعر الكلي كما تعلمنا سابقا هو عبارة عن ضرب العدد بسعر الواحدة بالضغط على انتر نحصل على النتيجة بإمكاننا الضغط على مقبض التابعة ثم نزول جميع الخلايا للحصول على النتائج أو بإمكاننا الضغط نقرتين على مقبض التابعة سيكمل لباقي الأسطر لوضع بعض الملاحظات على هذا الملف مثلا لوضع ملاحظة بسيطة على الرقم 1800 ننقر بزر الفار الأيمن ونختار insert comment أظهر لدينا نافذة للكتابة فيها وضع هنا لينوفو لأن اسم الكومنتر لدي هو لينوفو بإمكاني تغييره لوضع اسم الشخصي مثلا المنذر ليعرف من يقرأ الملف من بعدي من هو الشخص الذي وضع هذا التعليق أو بإمكاننا حذفه لو لم نريد هذا الشيء نضع هنا تعليق بسيط على هذه القيمة بدون تغيير فيها مثلا أظن أن القيمة مرتفعة يرجع مراجعة الأسعار وهنا وضع رمز باللون الأحمر بمعنى أن هذه الخلية تحتوي على تعليق بالذهب لها سيظهر التعليق الموجود في هذه الخلية نضع تعليق آخر على الرقم 1 نريد التنويه هنا أنه لم يبقى النوع من هذا الصنف في المستودع بإمكاننا نقر بزر الفار الأيمن واختيار insert comment أو بإمكاننا الذهاب إلى قائمة review نجد هنا مجموعة comment نختار منها new comment نكتب هنا هذه هي القطعة الأخيرة في المستودع وهكذا أدرجنا التعليقات بإمكاننا التعديل على التعليق بضغط بزر الأيمن واختيار edit comment نعدل مثلا اسم نضع مثلا المنذر بالعربي بإمكاننا حذف التعليقات بضغط على زر الأيمن واختيار delete comment بإمكاننا أظهار كل الكومنتات أو كل التعليقات الموجودة في الملف بضغط على review واختيار show or comment لإخفاءها ننقر على هذا الأمر مرة أخرى لنقوم بحفظ الملف إما نضغط هنا على رمز الحفظ أو نذهب إلى file ونختار save أو نضغط على اختصار ctrl s وسيتم حفظ الملف بالتغييرات الجديدة أما لو أردنا حفظ الملف بنسخة ثانية نستطيع الذهاب إلى file ثم save as ثم من browse نختار مكان حفظ بإمكاننا تغيير من نوع الحفظ إلى pdf مثلاً أو لأي نوع من الملف بإمكاننا تغيير الاسم من هنا طريقة الحفظ 2 تضغط على save سيتم حفظ الملف بنسخة ثانية اختصار الحفظ باسم هو f12 من لوحة المفاتيح وهكذا نكون قد انتهينا من شرح المحاضرة الأولى في كورس احتراف برنامج الـ Excel تعرفنا بها على واجهة البرنامج وتعلمنا طريقة الإدخال على الخلايا إدخال البيانات الثابتة والمتغير وتعرفنا على الدلات الأساسية وكذلك وضع التعليقات وحفظ المستند ننقاكم إن شاء الله في المحاضرة الثانية إلى اللقاء شكرا